بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق لربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعوا قبلتهم وما بعضهم بتابعوا قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلبوا منهم فلا تخشوكم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتم عليكم آياتنا ويسكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون فاهتروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمروا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جلاح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر العليم إن الذين يكتمون ما أنسل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم جعلك الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا وإلهكم إله وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أوزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أعدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهد حبا لله ولو يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأدون الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أوزى الله قالوا بل اتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق لكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إطم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثملا قليلا أولئك ما يأكل في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس الزر أن تول وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الزر من آمر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القرب واللتمع مساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت السكاة والموفون بعهدهم لذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن معفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفي ثم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتين يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموطئ انترق خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثنه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدكم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والخرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاجفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نسألونك عن الأهل قل هي مواقق للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن للبر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء كافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا مؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديكم من صيام أو صدقة أو لصق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد من العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاضوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك له النصيب من ما كسبوا الله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إطم عليه ومن تأخر فلا إطم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته الحزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس النهاد ومن الناس من يشر نفسه بطغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آنة بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوطوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واللتامى والمساكين وإن السبيل وما تفعلوا من خيد فإن الله به عظيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلهم هو أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمط وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحبون نارهم فيها خالدون إن الذين آملوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله والله غفور ورحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقهم قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اللتا ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنقحوا المشركات حتى يؤمن ولا أماتوا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنقحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تضربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرق لكم فأتوا حرقكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت سنوبكم والله غفور حليم للذين يؤنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحب لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واللوم الآخر وضعوا لكهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللنجال عليهن برجا والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكون بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحب لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما كيف افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنجح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إيضا ما أن يقيم حدود الله وثلك حدود الله بينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدو وأذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم منه واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن أن ينفحن أزوجهن إذا طلبوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك المزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولهم كان ليل لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا كبر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طلب منهما وتشاور فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا دناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا دناح عليكم فيما فعل في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا دناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدهم نصر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا دناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفد لهن فرضا ومتعوهن على المنسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنكم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا وصبية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقة متاعهم المعروف حقا على المبتقين كذلك يبينوا الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من دياره لهم أولوهم حذر الموت فقال لهم إنه موت ثم أحياهم إن الله لدي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع العليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فلم تر إلى الملئين بني إسرائلا من بعد نوسى إذ قالوا لنبي له يبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليلا منه والله عليم الظالمين وقال له النبيه إن الله قد بعث لك قتال تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن وحط بالملك ولم يؤتسعت من المال قال إن الله استفاه عليكم وساده بستطاف العلم والجسن والله يؤمن ترجمة نانسي قنقر العظيم ترجمة نانسي قنقر